الرقية الشرعية الرقية الشرعية الرقية الشرعية الشرط الثاني الشرط الثاني أن تكون رقيا باللغة العربية يوجد عندنا رقيا باللغة السواحلية باللغة الإنجليزية باللغة الهندية أسيما هكونا رقيا يوجد لغة كسوهيل أو كإنجريز أو كهيندي أو لغة ينجينة ينتسبك واللغة كيارب والراقي لابد أن نسمع ما يقول لا يمكن أن يتكلم الملحظة يوجد لغة الهندية عندنا سلمع منزل سذية أصبح أنتكلم مفهوم لأيكم أما اتكلم أنتكلم أنتكلم أصبح لأيكم مفهوم لأيكم أبعد أنتكلم كلام مفهوم عندنا لا مجهول لأنه ممكن ينادي الشياطين يقول خربوش مثلا نعم لا تعرف كيف تترجم هذا نعم هذا مجهول عندك السيما منينو نيتاموك حتى وكيا سكيا يوني منينو نيفهم نكو يتامبوه السيجا كاوكوبك يسمى يا خربوش خربوش ناني جنا ما شيطان واجواجو الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سببا لدفع المarada وغيرو والذي بيدي جنب المنافع لدفع المظار هو الله سبحانه وتعالى كisha sababu ya tatu wa miniku wa mbarukia ni moja katika sababu lakini mwenye kukondoshi ya thiki simu ingine ni الله سبحانه وتعالى يختل شرط من هذه الشرط الثالث تنتقل من شرعية إلى شرعية والله عم asema ikitoka katika hizi شرطi tatu kutoka شرعية kutoka شرعية moja kikosekana itangukia katika شرعية na hizi ndo شرطi tatu usia sahau الشيخ لوتوعي ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء لا وصفات شرطي وصفات 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 الثاني تكون بكلام معلوم مفهوم ومسموع وبلغة العربية اسema شرطi ya pili ya katika luga eneo yaskika unawefahamu katika luga kiarabu na unawefahamu الشرط الثالث أنيعتقد أنها سبب na شرط ya tatu uamini rukia ni sababu peki yaki munyagu kukondosh ya uzitu simu yengine ni Allah subhanahu wa ta'ala لا بأس أن يدعو باللغة السوحilية لكن لا yugayr asma Allah الحusna يقول ya Allah ya rahmani ya hay ya kay ثم يدعو باللغة السوحilية ya ya kifilli مثلا تجاوز عن kisha aseme ya rahmani ya rahim manelo mwenye zingu o majinake matukufu ya sibadilike ya bakie vile vile kisha awambe kwa luga nyingine مثلا aseme ya rahmani mihurumie ya rahim ya sami lakini asibadilish jina mwenye zingu kwa luga nyingine lakini dua awambe atakavu wallah wa adam